وكان الرئيس المصري عبدالفتاح سيسي قد اوضح ان فترته الرئاسية الاولى تثبت الدولة وعززت مؤسساتها ودافعت عن اجراءات التقشف اضاف السيسي ان الجيش وشرطة ينفذان حملة وسعة ضد موالينا لتنظيم داعش الارهابي حققت خلالها الاجهزة الامنية نجاحات وقتلت مئات الارهابيين هذا ويبدأ المصريون الاثنين المقبل الادلاء باصواتهم في الانتخابة الرئاسية